السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين ثماني ايار مايو طبعا اليوم في عنا حفلة كواكب جديدة وفي كواكب انهت زواياها القمر اليوم موجود في برج القوس طبعا هو رح ينتقل في ساعات المساء المتأخرة لبرج الجدي وفي عنا خلوم مسار القمر الان موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 229 دقيقة صباحا من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما أو تجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية بطيئة اليوم بدأت تشكلها هي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة عطارد اللي بيتراجع سببنا كثير من المشاكل في الفترة الماضية اليوم بدي يشكل زاوية إيجابية هاي الزاوية طبعا تأثيراتها بتبدأ من اليوم اللي هو 8-5 ولغاية يوم 19-5 ذروة هاي الزاوية تيجي من 11-5 لـ 14-5 اليوم اللي رح تتشكل فيه اليوم 13-5 الساعة 2-43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي زاوية إيجابية بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح وهذا وقت مناسب للحياة الاجتماعية أو العلاقات الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين حاول أنك تستفيد من الراحة اللي بيوفرها إلك هاي الزاوية والدعوات واللي بعض الأشخاص ممكن يفكروا بالسفر للتسلية أو الترفيه وبتدل على توجه وسائل الإعلام للتركيز على الميدان الفني وتتبع أخبار الحفلات والمعارض والمسابقات الفنية اللي منقوم فيها أو بتقوم فيها هاي البلاد وإنتاجات الفنانين وعطاهم كما بتزيد من الاهتمام بالمواضيع المتعلقة بالمرأة وحريتها وخصوصا فئة الشباب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي تأثيراتها طبعا بتبدأ من اليوم ثمانية خمسة وبتستمر يعني ليوم اطنعش ستة طبعا بالنسبة لقوة هاي الزاوية من ثلاثة خمسة لواحد وثلاثين خمسة الذروة تاعتها يوم اثنين وعشرين خمسة ساعة خمسة وستة وثلاثين ستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على القيادة وبنتشجع على الاقدام على خطوة جديدة وجريئة وبرضو بتزيد من الثقة بالنفس تمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا للنشاط ولفعالية معينة والتأثير والقيادة أيضا بتدل على ازدياد اهتمام حكومي ما أو ملك ما أو الرئيس بالشؤون العسكرية والأمنية وحسن حال اليد العامل في قطاع الصناعة بصير في نوع من أنواع التوازن بين العرض والطلب كما أنه بزيد الاهتمام بالميدان الرياضي والقطاع الصحي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث برضو إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهي برضو اليوم رح تبدأ يعني الزهرة ما شاء الله متشجعة مع دخولها بداية دخولها للسرطان هاي زاوية التثليث رح تبدأ من يوم 8.5 تأثيراتها اللي هو اليوم ليوم 24.5 طبعا قوتها من 11.5 لغاية 15.5 ذروتها يوم 13.5 ساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش مناسبة للاستقرار في العلاقات العاطفية بيضمن لك إخلاص محبوبة برضو بتدل على تحسن في أوضاع الفلاحين وعمال مناجم اليد العامل بالصناعات الثقيلة موظفي الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة والعناية أكثر بالشيوخ والعجزة اعتدال في توجهات بعض الجماعات المتطرفة واهتمام أكثر بالتراث الفني والتقليدي محاولة إحياء وتجديد الإنتاجات الفنية اللي بتحقق أرباح أكثر هي الأغاني الشعبية طبعا والتقليدية والكلاسيكية برضو بتعرف الأسهم استقرار أكثر في البورصة وهي فترة مناسبة لعقد القرانات والزواج طبعا هاي الزاوية عشان الأشخاص اللي بيشتغلوا في سوق المال هاي الزاوية رح تكون مخادعة لأنه بما أنه عطارد بيتراجع وفي زاوية متشكلة مع المشتري اللي إلو علاقة وقلنا على الخسارات المالية وعطارد يعني كلها هاي يعني بتعمل نوع من أنواع الخربطة بالسوق المالي أكثر ما هي مخربطة فعشان هيك في ناس بتغريهم بعض الأمور وبقول لك لا لا هسا بدأت حقق مربح هسا بدأت تطلع هسا مش عارف إيش بدخل عليها بلاقي حاله خسر بدرس الموضوع بشكل جيد ما تنغر بإيجابية هاي الزاوية خصوصا بالأمور اللي إلها علاقة بالأسهم وأمور المال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تتليد إيجابية بين المريخ وبين نبتون وهاي تشكلت يوم أمس وطبعا تأثيراتها ليوم 24-5 وقلنا إنه ذروتها يوم 15-5 الساعة وحدة وأربعة واربعين دقيقة بعد الظهر هاي الزاوية بتعطينا تركيز عالي لدرجة إنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول الكذب علينا أو خداعنا وبرضو بتدفعنا لحب المغامرة أو للتحمس لفكرة وممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية بتدفعنا الإثارة ولكنها برضو بتساعدنا على الكفاح من أجل مثل عليا مناسبة للشعور بالإطمئنان النفسي والإنجازات العملية الكبرى بتدلع اهتمام الدولة بتطوير الأسطول البحري وبرضو بتكون بعض المناورات البحرية في هاي الفترة وبتزيد مداخيل قطاع الصيد البحري والأمور اللي إلها علاقة بقناعات بقطاعات الصناعة اللي إلها علاقة بالسوائل أو بالبحريات أو بالمواد المحترقة والمشتعلة عشان هيك الصناعات البتركمويات والصيدلة والنفط وبرضو إلها علاقة بمجال الفن السابع تعطي دفعة كبيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهاي تأثيراتها من يوم ثمانية وعشرين أربعة منذكرها ورح تستمر تأثيراتها إلى يوم اطنعاش خمسة ذروتها راحت يوم خمسة خمسة كانت ذروتها وأنها هاي زاوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك مما يسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتسهل عملية إقناعهم حتى لو كانوا بيفتخروا للمرونة في التعامل برضو بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهاي القدرات مثل الفن والديكور والتجميل تمنحنا الرغبة في الرفاهية تجلبنا البهجة وممكن نحقق نجاحات شخصية وهذا الوقت المناسب لتطوير علاقة ما أو ارتباط بعلاقة ما أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي راح تكون أو بدأت من يوم خمسة خمسة ومستمرة لغاية يوم ثمانية وعشرين خمسة وقلنا أنه ذروتها يوم اتناعش خمسة راح تكون الذروة يوم اتناعش خمسة ساعة ثمانية واحد وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش هاي الذروة الأولى وفي ذروة ثانية راح تكون يوم تسعة عشر خمسة الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور طبعا الزاوية الثانية أقوى من الزاوية الأولى الزاوية الأولى ما زالت فيها تضليل لأنه عطارد بيتراجع ولكن القوة في الزاوية الثانية لأنه عطارد بيكون راجع للحركة الأمامية فعشان هيك هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية منتصرف بحكمة منثابر في أعمالنا مشاريعنا هذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية بتدل على تركيز الصحافي ووسائل الإعلام على المواضيع التاريخية والتراثية والنزعة المحافظة للبلاد كما بتركيز على مردودية القطاع الفلاحي وتطوير الصناعات الثقيلة والتعدين والمناجم ومؤسسات الدولة والتجارة الآن بدأنا في الزوايا الخطرة أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين نبتون وقولنا إنه هاي من يوم ثمانية وعشرين أربعة ليوم أحد عشر خمسة ذروتها يوم أربعة خمسة كانت هاي الزاوية بتذكرنا مشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا وقولنا إنه هاي الزاوية بتزيد من خلالها الأمور اللي إلها علاقة بالتحرش الجنسي واغتصاب الأطفال بتسبب إنها نوع من أنواع الارتباك وخيبات الأمل في الحياة العاطفية برضو بتشجع على الاستهلاك المفرط للكحول والمخدرات والأدوية المهدئة والمنشطات أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين أورانوس وطبعا هاي ذروتها راح تكون يوم الغد يعني بدأت بقمة الحم تاعها هاي الزاوية طبعا وقولنا إنه هي ذروتها يوم 9.5 الساعة 7 و55 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها من يوم 1.5 هي بدأت وبتستمر لغاية يوم 19.5 الآن إحنا في فترة الذروة لهاي الزاوية غالبا ما بتحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات في مثل هاي الوضعية بتزيد من عنادتنا وإن دفاعنا واستقلاليتنا الشديدة والغريبة تجعلنا نقطئ في أحكامنا برضو وبرضو ممكن يصير فيه نوع من أنواع التحولات العنيفة في طباعنا من الميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لوعكات قلبية أو إصابات أو تشنجات عضلية بدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكوم ما واحتمال إضرابات اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناقة على الحريات العامة وبرضو بدل على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل سقوط الطائرات أو حوادث إلها علاقة بهاي الأمور وحوادث في السك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي من 28 أربعة ليوم 13 ستة متشكلة طبعا ذروتها يوم 23 خمسة الساعة خمسة و 12 دقيقة صباحا بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين وبرضو هاي الزاوية سبب بالوضع الاقتصادي العالم اللي قاعد بصير من الأسباب بتتعرض المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية لبعض الاضطراب بسبب سوء التدبير أو بسبب تخصيص الدول الميزانية أكبر لشؤون العسكرية وهي فترة غير مناسبة لعقد العلاقات التجارية والدبلوماسية اللي غالبا بتتعرض لعراقيل أو بيتم التوصل إلى أو ما بيتم التوصل لاتفاق في هاي الفترة بيعلو شأن أحد الدعاء أو رجال الدين أو المعارضين وبيلقى تأييد شعبي كبير وقلنا أنه بالأغلب هذا الشخص بيكون منافق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي هي السبب الأساسي بالانهيارات السريعة اللي بتصير يعد بالاقتصاد العالمي وإن هاي زاوية من يوم 22-4 وإحنا منذكر نفس التنبيهات وإن هاي زاوية من 22-4 إلى 22-6 ذروتها وقوتها من يوم 7-5 ليوم 28-5 الذرو القصوى لها يوم 18-5 الساعة وحدة وتسع دقائق فجراً بتوقيت جرينيتش وهاي زاوية بالدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا فوضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير أما دولياً فحكينا أن هاي بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة بتضر بخزينة البلاد وممكن تقع اضطرابات في قطاع الاقتصادي والمالي بالخصوص وبتتراجع مداخيل البنوك والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه لابد من وقوع أزمة على المستوى العقائدي والمالي وممكن تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية أو ممكن تقع تفجيرات أو حرائق من طرف أيدي خفية بتهدف لزعزعة استقرار البلاد أو بيتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة هناك احتمال وقوع بعض الكوارث الطبيعية كالحرائق الغابات أو الزلازل وخصوصا في الدول اللي ابتقى على خط الزلازل أو تجدد نشاط بعض البركين يعني المناخ والطبيعة لها حصة أكبر من هذه الزاوية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل وهي زوايا رح تكون لهم مأثرة أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية إحنا ذكرناها من يوم أمس زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وقلنا إنه هاي ذروتها الساعة 6 و 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح يوم الأحد وقلنا إنه هاي بتبدأ تأثيراتها من مساء يوم السبت وبتستمر حتى مساء يوم الأحد يعني لمنتصف الليل معنا لسه فيه من بث الحلقة في عنا وقت فعشان هيك هذا المساء لسه هاي الزاوية يمأثر فديروا بال كلهم وعد بث الحلقة فمن واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منا إنه نبذل جهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثير الانتقاد والنقد والعنادة والميل للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي من الزوايا اللي راح تبدأ اليوم بقوة أول زاوية زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي الزاوية طبعا ذروتها الساعة ستة وواحد وعشرين دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين بتبدأ تاثيراتها من ساعات صباح يوم الاثنين وبتستمر حتى صباح يوم الثلاثاء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عدم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بالدل على استيار الرأي العام من جدل حول موضوع بتعلق بالأمور الدينية أو العقدية العقائدية والطراب في أسعار بعض السوائل أو البنزين أو النفط أو المشتقات النفطية وتراجع مردودية الصيد البحري والمبادلات البحرية وهناك احتمال وقوع تسممات غذائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي الزاوية طبعا الساعة ثمانية وسبعة وعشرين دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين بتبدأ تأثيراتها من ساعة صباح يوم الاثنين وتستمر حتى صباح يوم الثلاثاء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا هاي زاوية بتمنحنا العطف والمودة نحظى بشعبية في بعض المكاسب المالية منها وعلى المستوى الصحي في نوع من أنواع التحسن وبصير في عنا حضوة أو قبول عند الجنس الآخر ونجاحات مادية وبرضو بتساعدنا في التعرف على أشخاص ذوي نفوذ بتمنحنا تقدير رؤسانا وبتدل على حالة من الاستقرار والأمن والتفاول في الرأي العام للمجتمع وزيادة في مداخيل المؤسسات المالية والبنكية ونجاح في العلاقات التجارية الدبلوماسية والدبلوماسية المبرمة في هذا اليوم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار عشان هيك إحنا يعني رح نلمح تلميح للانتقال الجدي ولكن الحلقة الغد بيكون فيها التأثيرات الأكبر طبعا خلو مسار القمر السلبي رح يبدأ الساعة ثمانية وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة احداش واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج ليستقر القمر بعدها في برج الجدي هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة احداش واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج خلص القمر بنتقل وبصير في برج الجدي منعود لطبيعتنا الجادة منحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة بتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفة أثرية أو البدء بحمية أو الاهتمام بمساء اللي إلها علاقة بالتأمين طبعا هذا كله رح ينعكس على الأشخاص أو رح يشعروا فيه اللي هي في توقعات يوم الثلاثاء يوم الاثنين لما نحكي احداش واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الأوردن ده كزي ثلاث ساعات يعني ساعة ثنتين ونص صباحا ولكن بعض الدول بتكون عندهم صباحا فعشان هيك يعني ما رح أذكر أنا التأثيرات للانتقال للجدي بل محلها تلميح بس هيك عابر لأنه ممكن أشخاص تنشغل بكرة وما تقدر تحضر الحلقة فمنكون عطيناهم مفتاح توقعات اليوم يوم الثلاثاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية هي ذروتها يوم الثلاثاء صباح يوم الثلاثاء ولكن تأثيراتها بتبدأ من ظهر يوم الثلاثين هي زاوية تقاول سلبية بين القمر وبين الزهرة طبعا هي ذروتها الساعة 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الثلاثاء ولكن تبدأ تأثيراتها من ساعات ظهر يوم الثلاثاء وبتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء يعني من ساعات الظهر وما بعد اليوم أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية ليش؟ لأنه هذولا بيهربوا بين مشاكلهم بيروحوا بيهربوا بصيروا يصرفوا فلوس أو يشتروا إشياءهم مش بحاجتها بيتجهوا للتنفيذ من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبتزيد من ضعفهم وميلهم للفوضى والتقلب وبتكون لهم رغبات ممكن تأدي فيهم لخيبات أمل عاطفية حاولوا انكوا تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنها ممكن يعني تروح فيكم هيك آآ لا مكان خطر جدا وبتأذوا فيها الآخرين بدون ما تشعرون برضو بتدلهاي على تقلب أمزجة الناس وخصوصا النساء وسرعة تبرمهن وغضبهن ويستحسن تجنب إقامة الحفلات أو المعارض خلال هاي الساعات لأنه يعني بكون فيه نوع من أنواع الفشل أو قلف المردودية ومن لاحظ تراجع في مداخيل المؤسسات المالية وقطاع النسيج والميادين الفنية طيب بالنسبة للمختصر لهذا الموضوع إيش اللي بتشوفه والله أنا شايف فوضى يعني إيش بقول اللي حبه إيش بقول اللي ما تحبش إيش بقول اللي أعمل وإيش بقول اللي ما تعملش إيش بقول اللي يعني هي فيه نوع من أنواع الفوضى والفوضى الأكبر هي تراجعه طارد يعني الناس بتستخف بتراجعه طارد وإن عن الإغتيالات تفضلوا وإن عن الدم تفضلوا يعني وين بدك تروح ماشي هي فيه أجواء إيجابية فيه أشياء جيدة فيه إيش العلاقة بالود وخصوصا بين العلاقات الناجحة ولكن العلاقات الضعيفة برضو في عندها مشاكل الخيانات الشك الغيرة الاكتئاب التعب يعني فيه فوضى عشان هيك بنرجع ومنحكي إنه قبل ما تخطي على أي خطوة لازم تراجع حالك لازم تتأكد من معطيات هاي الخطوة لازم تعد للألف قبل ما تتخذ أي قرار أو قبل ما تعصب وقبل ما تعمل أي مشاكل الأجواء فيها بعض الإيجابية فعشان هيك لازم تستغل إيجابيتها وخصوصا من الزوايا اللي بتتعلق بالزهرة يعني عطت طاقة كويسة رغم إنه لسه لسه عطارت بخرب يعني بغرر فينا فبتكون تكونوا حاذرين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هذول الأكثر حساسية خلال هذا اليوم في ساعات المساء المتأخرة اللي هي بعد ما ينتهي خلوه المسار بصير عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة وعظام الأسنان والأوتار والأربطة الجلد الشعر طحال جهاز التوازن هسا يوم الثلاثاء الأشخاص اللي بدهم يحجزوا موعيد عشان التجميل يوم الثلاثة ويوم الأربعة ولغاية يوم الخميس يعني يوم الخميس شيئا ما الأجواء بتتحسن ولكن يوم الثلاثاء ويوم الأربعة أي شيء له علاقة بالتجميل الأسنان أو الجلد أو الشعر يبعدوا عنه نهائيا ما تقربوا اليوم اعملوا اليوم هذا مناسب بس مش عمليات جراحية يعني اشي فيتوكس وفلر وشغلات زي هيك ما فيها أي مشكلة تقشير تنظيف بشرة برضو ما فيها أي مشكلة حتى الأمور اللي لها علاقة بالتجميل يعني قص الشعر التجميلي الحنة الصبغ برضو اليوم مش مشكلة ولكن ثلاثاء أربعاء ابعدوا عنها تماما ما فيها أي مجال لهذه الأمور بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا ما فيها أي مشاكل للعمليات الجراحية ولكن أنا ما بنصح بالعمليات الكبرى للأعضاء اللي ذكرناها اللي لها علاقة بالعمود الفقري والليه الدسك وما دسك والشغلات اللي زي هيك يعني هاي نقول بعد عنها شوي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجدي خلو المسار القادم بيكون يوم الأربعاء عشرة خمسة بيبدأ خلو المسار الساعة وواحد وخمسين دقيقة مساء قبل منتصف الليل بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة يعني حتى اليوم التالي اللي هو يوم الخميس الساعة ثنتين وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره ثمنتاشر يوم في تمام الساعة سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بصير عمره تساطاشر يوم نسبة الإضاءة سبعة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في القوس وبدأ ينتقل للجدي ورح يضل في الجدي لغاية يوم احد عشر خمسة سعيدة الآن بنسبة خمستعش في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشر في المية في ساعات المساء برجع سعيد بنسبة خمستعش في المية عطارد في الثورة بيتراجع حتى يوم خمستعش خمسة منتحس الآن بنسبة خمستعش في المية في ساعات المساء يعني بصير سعيد بطبعه ولكنه نحوسته بتيجي من تراجع يعني التراجع لسه ضاغط بشكل كبير فعشان هيك بصير مخادع أكثر كال terminar الزهرة في السرطان حتى يوم 5.6 سعيد من wol wrong يوم الإنسان المريخ في السرطان حتى يوم 21.5 سعيد بالنسبة ثلاثين في المية المشترف الحمل حتى يوم 16.5 سعيد بنسبة خمستعش في المية زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 ستة منتحس بنسبة 30% حطيتوا لايك وديسلايك والأمور هاي ولا ما حطيتوا والله شكلكم ما حطيتوا عادي حطيتوا ولا ما حطيتوا بطلت تفرق ألينا نروح للتوقعات اليومية أحسن برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة علاقاتكم جيدة حتى على المستوى العاطفي الأجواء جيدة وبتشعروا بقوة العاطفة والتجاوب أحبائكم معكم بعض موليد برج الحمل ممكن يخرجوا في رحلة أو يروجوا العمل أو نزهة أو زيارات أو ممكن يحصلوا على معلومات جديدة كانوا بينتظروها أو ما كانوا بيتوقعوها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية طبعا هذه التأثيرات بتستمر لغاية ساعات المساء من ساعات المساء القمر بصير في بيت السمعة فبينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بالضل متاحة ولكن اليوم أكثر من يوم أمس لمكسب مالي بيجي على الأغلب من شراكة شراكة مالية شراكة عاطفية ولكن بتكتخففوا من النفقات قدر المستطاع النفقات كل يوم متصاعدة والاهتمامات المالية كبيرة فعبتك تسارعوا لتهدئة الأجواء وتعتبر هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف وبرضو ممكن إنك هيك شوي تعصب فعشان هيك لازم تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي اليوم ممكن يجيك خبر عن شيء متخبي يتسرب لك بطريقة ما أما من ساعات المساء فهنا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع أشخاص خارج البلاد وبرضو الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتظل الأمور إلها علاقة لأن القمر مقابلك تماما فبظل اليوم كمان مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في العاطفة هذه فترة يعني فيها إيجابية لتعزيز العلاقات المصالحات التقارب ما بينك وبين الأحبة ولكن ضاغطة شوي فعشان هيك ما بينفعك سواء الصبر والمرونة لك تنتبه لصحتك ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات هذا الأمر رح يظل مستمر معك لغاية ساعات المساء تداء من ساعات المساء ويوم الثلاثاء هنا القمر رح ينتقل للبيت الثامن بتعيدوا ضبط ميزانيتكم تصير تهتموا بالأمور المالية وأعمالكم والمال المشترك بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا القمر في البيت السادس بدي ينتقل للبيت السابع يعني هي فترة ضاغطة لغاية يوم الخميس فبتكوا تتحملوا الأجواء من أن الآن ولغاية ساعات المساء بتكوا تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكوا تنتبهوا لغذائكم راحتكم بتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وتحذروا من الجدال المعاونين وحاولوا إنكم ما تهملوا صحتكم زملائكم أو الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم زبائنكم بتكونوا تضبطوا أعصابكم برضو حاول أنك ما تأجل أعمالك ما تماطل بأعمالك وإنجازاتك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية أما من ساعات المساء خلاص القمر بصير مقابلك تماما بينصب اهتمامك حول تعزيز شركاتكم ولكن بتكونوا تحافظوا على هدوءكم وما تعصبوا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود في البيت الخامس طيلت اليوم لغاية ساعات المساء فعشان هيك اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك بتعيش لحظات سعيدة نسبيا وتعتبر فترة إيجابية مناسبة لطرح الأفكار الهوايات الترفيه الاهتمام بالنفس حتى الأمور اللي إلها علاقة تعزيز العلاقات العاطفية أهم إش إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة حاول إنك تستغل هذا اليوم بتصحيح الأخطاء أما في ساعات المساء فهنا القمر بده ينتقل لبيت العمل والصحة فابتجد إنه العمل بدأ يتراكم عندك وأهم شيء إنه من ساعات المساء ويوم الثلاثاء لا تهملوا صحتكم برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا التركيز رح يظل على البيت والعائلة خلال هذا اليوم فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء إنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء إجمالا فيها نوع من أنواع التوتر فعشان هيك حاول تعالجها بمنطق بعقلانية أكثر وحاول إنك تراعي وضعك الصحي برضو من بعض التقلبات أو صحة أحد المقربين أو أفراد العائلة أما من ساعات المساء ويوم الثلاثاء بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات وهذا اليوم برضو مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار طبعا بتدعمك الحظوظ بشكل قوي وبتكون جريء في التعبير عن رأيك تتمتع بسرعة بديها عالي جدا بتلفت النظر لأجواء لطيفة وبرضو بتحملك لقاءات عاطفية أو مصالحات أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل للبيت الرابع فعشان هيك من ساعات المساء ويوم الثلاثاء الاهتمام بصير في الأمور اللي لها علاقة بالبيت والعائلة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكوا تكونوا حذرين من النفقات متنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكوا تكونوا عاقلين أيضا في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات منكوا ممكن يحصل على هدية أو جائزة أو نوع من أنواع الدعم أما من ساعات المساء وأيضا ليوم الثلاثاء هون الأمر بيصير إليه علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات لأنه رح تصير فترة نشطة وفيها كثير من الإيجابيات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية وبرضو تحمل لكم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليكم التحلي بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور تشتد عزمتكم ترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر خلال هذا اليوم إذا ركزت بشكل جيد أما من ساعات المساء طبعا التركيز رح يصير على الوضع المالي من ساعات المساء ويوم الثلاثاء أيضا في مكاسب مالية ولكن بدكوا تنتبهوا على أموالكم من السرقة والضياع أو من المصاريف اللي ماء الهداعي برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فعشان هيك طيلت اليوم يعني من الآن وطيلت النهار والليل يعني يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتكم لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم إشي أنك ما تحسم أي أمر خلال هذا اليوم الفترة يعني هي سلبية يعني بناش نقول لك إنجام لك نقول لها هي خفيفة ضاغطة شوية لا هي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها يعني بتكون خطوة مصرية ولكن كأعمال روتينية لا قوم بأعمالك الروتينية أما من ساعات المساء المتأخرة القمر رح يوصل لعندك فمن ساعات المساء المتأخرة ويوم الثلاثاء بيكون أفضل وأفضل بتستعيد نشاطك وحيويتك وبتستعيد حماستك وعزيمتك وبرضو بتعطيك طاقة وبداية مرحلة جديدة لائلة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا القمر خلص بده ينتقل ويوصل لبيت متاعبك هذا آخر يوم فعشان هيك اليوم بدك تنشط بشكل كبير لإنجاز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تبدأ المرحلة الضاغطة اليوم بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أو يتوجه لدعوي لحضور حفلة أو مناسبة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح وبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك طبعا بدك تحاول أن تستعين بأشخاص لإنجاز بعض الأعمال المهمة لأنه في ساعات المساء ويوم الثلاثة والأربعة القمر موجود في بيت متاعبك فعشان هيك رح تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لأعمالكم ولصحدكم برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر موجود في البيت الحاشر بيت السمعة واليوم رح يعطي فرص ممتازة جدا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإن كان كنتك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شي إنه ما تنفعل الأجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي الحظ بيدعمك وفي طاقة غريبة حواليك يعني بتحميك فعشان هيك بدك تتجنب مخالفة القوانين يعني على أساس إنك تزيد الاحتياط ما في داعي إنك أنت تتهور فبدك تتجنب مخالفة القوانين وتحرص على استقرارك تجنب الخلافات والمجازفات الشايكة ويحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها الأجواء رح تدعمك في أشياء قمتازة جدا ولكن من ساعات المساء المتأخرة الاهتمام رح يصير بالعلاقات الاجتماعية وأهم شيء مع الأصدقاء ممكن يكون في مناسبة أو احتفال أو خبر ما بتعلق بأحد أصدقاء حطيته لايك وديس لايك والأمور هاي تحت أه ولا صح أنا قلتلكو حطيته ولا ما حطيته بطلت تفرق عادي اللي بديو يحط يحط عادي يعني ما رح أزال يعني ما رح أعاتبه ليش حطيت أنا قلتلك ما تحط ولا حطيت مش مبالمة أنا لو حطيته آه كويس شكرا إلك بارك الله فيك الله يجزيك الخير ويرضى عليك ويعطيك لا يرضيك وإذا ما حطيت الله يسهل عليك شكراً هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر